السلام عليكم اعزائي الكرام مرحبا بكم مجددا في قناة دري حمال الشروحات دري تيكن موضوعنا لنهار اليوم يتعلق بتطبيق كليب كلابس كما رأينا في الفيديو السابق وقلنا انه تم اضافة طريقة دفع جديدة وهي عن طريق جوجل بلاي أو بطاقة الهداي يعني توجد العديد من البطاقات ولكن اهم بطاقة يبحث عنها الاشخاص هي بطاقة جوجل بلاي لو نتوجه مباشرة الى يعني خانة الدفع نقوم بالرجوع كذا نقوم بالضغط في هذا المكان حتى نرى طرق الدفع الجديدة سوف نجد ان الطريقة او طريقة البايبال لا زالت متوفرة هنا ولكن كما رأينا سابقا لم يعد يدفع لا على البايبال ولا على فليكسي كذلك بالنسبة الى اضر اضر ميتود يعني طرق اخرى للدفع لدينا شحن الهاتف وتم اضافة بطاقة جوجل بلاي البارحة فقط يعني يوم واحد وعشرون سبعة تم اضافة بطاقة الهدايا لو نقوم بالدخول الى هنا كما ترون هذه كل البطاقات التي تم اضافتها واهم شيء وهو بطاقة جوجل بلاي اهم بطاقات التي يبحث عنها الاشخاص بطاقة جوجل بلاي توجد بطاقة بلاي ستيشن اوب وكذلك بعض وبطاقة امازون وبعض البطاقات الاخرى التي ربما لم تمر عليها من قبل هذه البطاقات الاخرى ما يهمنا نحن هو بطاقة جوجل بلاي لو نقوم بالدخول الى بطاقة جوجل بلاي سوف تظهر لك هذه الاشياء حتى تقوم بسحب هذه البطاقة نحن سنقوم بيعني سنصل الى الحد الادنى للسحب وهو على الاقل عشر دولار ولكن سوف يتطلب منك اثنى عشر فاصل خمسة دولار حتى تقوم بسحب بطاقة جوجل بلاي عشر دولار انظر هنا اذا سوف نصل الى هذا المبلغ وبعدها نقوم بالسحب صراحة كنت مهمل هذا التطبيق لانه لم يدفع له نتوجه مباشرة الى هذه الخانة يعني في اخر ثلاث مرات او اربع مرات قمت بطلب السحب لم يصلني السحب انظر لم يصلني السحب الى اليوم كما ترون هنا يعني في هذا التاريخ يوم احدى عشر سبعة يوم احدى عشر نعم يعني قمت بسحب ثلاث مرات هذه القيمة قمت بسحبها يعني تم اضافة انها تم دفعها ولكنها لم تصلني سراحة من هذا التطبيق كما رأينا في الفيديوهات السابقة التي قلت لك يعني لم يصلني السحب بعدها بعد سلاسة ايام قمت بطلب السحب مرة اخرى بطاقة عشرة دولار يعني شحن الهاتف عشرة دولار كذلك لم يصلني انظر من يوم اربعة عشر واليوم هو واحد اوت اذا سوف نقوم بفتح كل تلك البطاقات التي كنت قد اهملتها يعني لم ابحث فيها ولم اقوم بفتحها يعني لان التطبيق قلت صعي انه نصب ولكن ساقوم بفتحها كما تروا لدي العديد من البطاقات كما قلنا قمت بشرح الكثير من الفيديوهات كل ما ظهر شيء جديد كنت اقوم بوضعه لكم لهذا قمت بتجميع كل هذه البطاقات من هذا التطبيق اذا سوف نقوم بفتح كل هذه الصناديق والبطاقات ونرى هل نصل الى الحد الادنى للسحب وهو عشرة دولار وبعدها سوف نقوم بتجربة السحب هل يصلنا السحب على بطاقة Google Play او لا اول شيء نقوم بفتح صناديق الالماصية يعني سنقوم بفتحها كل هذه الصناديق الالماصية سنقوم بفتحها وبعدها سنقوم بفتح هذه البطاقات هكذا نقوم بفتح البطاقات ونرى على كم نتحصل وسنعود اليكم اذا بعد ان قمنا بفتح مجموعة من البطاقات تقريبا وصلنا الى عشرة دولار سنقوم باكمالها حتى نصل الى اثنى عشر فاصل خمسة وبعدها نقوم بتبديل تلك القيمة نقوم بفتح باقي البطاقات كما ترون تقريبا على كل بطاقة 0.2 وهذه اخر بطاقة قمنا بفتحها واصبحت لدينا تقريبا 14 دولار كما ترون 14 دولار اذا سوف نتوجه مباشرة الى السحب نقوم بالضغط في هذا المكان كما ترون لم اقوم بفتح كل البطاقات يعني ووصلت الى الحد الادنى للسحب نقوم بالضغط في هذا المكان بعدها نقوم باختيار طرق اخرى كما ترون بعدها نقوم باختيار gift card بعدها نقوم بالنزول نبحث عن جوجل بلاي بطاقة جوجل بلاي فبطاقة جوجل بلاي تساوي انظر هنا عشر دولار تقريبا ب اثنى عشر فاصل خمسة اثنى عشر فاصل خمسة نقوم بالضغط عليها كما ترون يطلب منا ان نقوم بادخال البريد الالكتروني حتى يتم ارسالنا البطاقة او كوبون البطاقة عليه كما ترون نقوم بادخال الاميل الخاص بنا انظر سوف يتم ارساله لنا عبر الاميل نقوم بالضغط على confirm كما ترون زهرت لنا هذه النفيذة total withdrawal كما ترون total withdrawal يعني عشر دولار بالنسبة الى الضرائب اثنان فاصل خمسة يعني هذه الضرائب ولكن هناك ملاحظة يقول لك only انظر هنا only available in the US يعني في الولايات المتحدة الامريكية يعني صالحة في الولايات المتحدة الامريكية فقط على ما اعتقد هكذا سوف نقوم بالضغط على confirm وهذا هو البريد الالكتروني الخاص بنا نقوم بالضغط على confirm انظر تم خصم تلك القيمة من هنا نحن سوف نقوم بالضغط على historic ونرى هل تم ارسال تلك القيمة او لا انظر يعني يجب علينا الانتظار كذلك حتى يتم ارسال هذه القيمة او لا يتم ارسالها كما رأينا يقولك انه صالح فقط في الولايات المتحدة الامريكية اذا سوف ننتظر هل يتم الاصول يعني سوف ننتظر سبعة ايام او اكثر بعد خمسة عشر يوم منذ ان قمنا بطلب بطاقة السحب جوجل بلاي وقمنا بطلب بعض الارسدة تم ارجاع لنا الرصيد بعد سبعة ايام ولكن لم نقم بالدخول الى التطبيق لهذا وجدت انه تم ارجاع كل الارسدة التي قمت بسحبها كما ترون قمت بسحب تقريبا انظر هنا يوم 11 11 11 جوليا قمت بطلب تقريبا على البيبال تم ارجاعه كذلك قمت بطلب الفليكسي على شريحة موبيلز تم ارجاعه قمت بطلب بطاقة جوجل بلاي كما ترون هذه الضرائب تم ارجاعها في هذه الخانة هنا يقول لي التطبيق انه تم ارسال للرصيد ولكن لم يصل لي اي شيء على الشريحة الخاصة به كما ترون يعني بعد هذه التجربة كما ترون تم ارجاع كل الارسدة ويقول لي ان هناك عمل يعني عمل مريب في التطبيق يعني صراحة لا اعرف ماذا حدث كما ترون التطبيق لم يعد يدفع لا على البيبال ولا على الفليكسي ولا بطاقة جوجل بلاي تم ارجاع لي كل الارسدة التي قمت بطلبها سابقا ومجموعها 75 دولار هذا بالنسبة للاشخاص الذين لا زالوا يريدون العمل على هذا التطبيق فنصيحتي لا تقم بتضييع وقتك معه الان في هذه اللحظة كما رأيتم قمت بطلب العديد من المرات السحب ولم يصل لي ان شاء الله استفدتم من هذه التجربة نلتقي في فيديو اخر حول هذا التطبيق او حول اي تطبيق اخر السلام عليكم